اسم الدرس خاصيات الهواء الجزء الثاني المحور الهواء المفاهيم الانضغاط الانتشار التمدد والتقلص الكتلة الهواء الساخن الهواء البارد المحتوى خاصيات الهواء الهدف اذكر خاصيات الهواء اجرب اتثبت اقوم بالتجارب التالية واسجل النتائج واعللها التجربة الوسائل النتائج التفسير اولا نفخ الطوق المطاطي لدراجة او نفاخات طوق مطاطي لدراجة زائد نفاخات زائد منفاخ ثانيا الضغط على مكبس محقنة محقنة ثالثا وضع قطعة نقضية خمس مليمات على فوهة مبللة لقرورة زجاجية وإحاطة القرورة باليدين لفترة زمنية قرورة زجاجية زائد قطعة نقضية خمس مليمات رابعا ألف نكس حوجلة مملوء هواء على حوض به ماء واحد باق إحاطة الحوجلة باليدين إثنان أو استعمال مجفف شعر جيم وضع ثلج مجروش على الحوجلة ثلاثة حوجلة زائد سدادة زائد أنبوب زائد حوض ماء زائد ثلج مجروش خامسا وزن كرة قبل نفخها ثم وزنها بعد نفخها ميزان زائد عيارات زائد كرة زائد منفاخ دراجة الإجابة التجربة الوسائل النتائج التفسير أولاً نفخ الطوق المطاطي لدراجة أو نفاخات طوق مطاطي لدراجة زائد نفاخات زائد منفاخ الهواء المضغوط ينتشر ليملأ كامل الأجسام داخل الإطار عند النفخ نلاحظ تغير الشكل نظراً لانتشار الهواء في كل من الأجسام المذكورة إذ يأخذ الهواء شكل الطوق المطاطي للدراجة والنفاخات لا يحافظ الهواء على شكل معين أو حجم معين بل ينتشر ليملأ الفراغ الذي يصادفه بالتالي الهواء قابل للانتشار ثانياً الضغط على مكبس محقنة محقنة عندما نقوم بسد فوهة المحقنة نلاحظ هناك صعوبة في دفع المكبس عندما نقوم بدفع المكبس يتقلص حجم الهواء ويرتفع ضغطه بالتالي للهواء خاصية الانضغاط ثالثاً وضع قطعة نقضية خمس مليمات على فوهة مبللة لقرورة زجاجية وإحاطة القرورة باليدين لفترة زمنية قرورة زجاجية زائد قطعة نقضية خمس مليمات يسخن الهواء داخل القرورة ويصبح خفيفاً فيتمدد أي يزداد حجمه ويرتفع وهذا ما يفسر اهتزاز القطعة النقضية إذن للهواء قوة تؤثر على الأجسام رابعاً رابعاً ألف نكس حوجلة مملوء هواء على حوض به ماء واحد باء إحاطة الحوجلة باليدين اثنان أو استعمال مجفف شعر جيم وضع سلج مجروش على الحوجلة سلاسة حوجلة زائد سدادة زائد أنبوب زائد حوض ماء زائد سلج مجروش عند إحاطة الحوجلة باليدين أو استعمال مجفف شعر نلاحظ خروج الهواء على هيئة فقاعات بينما نلاحظ صعوده مصحوباً بقليل من الماء عند وضع سلج مجروش على الحوجلة ننكس دورقاً حوجلة في حوض ماء ونسخن الحوض من خارجه فيتمدد الهواء داخل الدورق ويخرج بعضه على هيئة فقاعات نفس هذه التجربة تجعلنا نكتشف خاصية أخرى للهواء وهي التقلص ذلك أنه عند التبريد يتقلص حجم الهواء داخل الدورق فيصعد فيه قليل من الماء خامساً وزن كرة قبل نفخها ثم وزنها بعد نفخها ميزان زائد عيارات زائد كرة زائد منفاخ دراجة بعد وزن الكرة فارغة نقوم بنفخها ووزنها من جديد نلاحظ وجود فارق في الكتلة عندما نأخذ كرة منتفخة ونزنها ثم نفرغها من الهواء ونعيد وزنها نلاحظ أن كتلتها وهي منتفخة أكبر من كتلتها وهي فارغة من الهواء فنستنتج أن الفارق بينهما هو وزن كتلة الهواء بالتالي للهواء كتلة يمكن وزنها وكتلة واحد لتر من الهواء في الظروف العادية يساوي واحد فاصل ثلاث جرام استنتج واصل تسجيل خاصيات الهواء مستندا إلى نتائج التجريب الهواء غاز لا لون ولا طعم ولا رائحة له الإجابة الإجابة لا رائحة له الهواء ليس له شكل معين فهو يأخذ شكل الوعاء الذي يحويه الهواء قابل للانضغاط والتوسع الهواء قابل للانتشار يتم يتمدد الهواء بمفعول الحرارة ويتقلص بمفعول البرودة وينتج عن ذلك قوة تؤثر على الأجسام للهواء كتلة أطبق وأوظف أولا أتأمل كل رسم وأذكر خاصيتين للهواء الإجابة بعد تأمل الرسمين نلاحظ أن للهواء خاصية الانضغاط والانتشار ثانيا أجيب بنعم أو لا وأعلل إجابتي للهواء كتلة صعب علي فتح قارورة ذات سداد من الفلين فوضعتها في حوض ماء ساخ فارتفع سدادها وسهل علي فتحها سخنت قارورة مملوء هواء ثم بردتها ونكستها على حوض به ماء فدخل الماء إليها الإجابة للهواء كتلة صحيح لأن كتلة 1 لتر من الهواء تساوي 1.3 جرام في الظروف العادية صعب علي فتح قارورة ذات سداد من الفلين فوضعتها في حوض ماء ساخ فارتفع سدادها وسهل علي فتحها صحيح لأن الهواء داخل القارورة يتمدد بمفعول الحرارة وينتج عنه قوة تساهم في دفع السداد إلى أعلى سخنت قارورة مملؤ هواء ثم بردتها ونكستها على حوض به ماء فدخل الماء إليها صحيح لأن حجم الهواء يتقلص بعد تبريده فيصعد فيه قليل من الماء سالثا كيف يمكن استغلال خاصية انضغاط الهواء في طبخ طعام في مدة زمنية قصيرة الإجابة يمكن استغلال خاصية انضغاط الهواء في طبخ طعام في مدة زمنية باستعمال القدر الضغطة أو التغطية المحكمة للقدر أقيم تعلم الجديد دعي أحمد إلى المشاركة في الرقم العلمي لمجلة المدرسة فحرر الفكرة التالية وتعمد ترك فراغات ليمكن القراء من البحث عما يناسب من الكلمات أقرأ الفقرة وأقمل بما يناسب الهواء الهواء لا طعم ولا لون ولا رائحة له ويوجد في الغلاف الجوي وهو لحياة ويتميز بعدة خاصيات منها والانضغاط والتقلص بمفعول الحرارة كما يمكن من إناء إلى آخر للهواء إذ يزن واحد لتر منه واحد فاصل سلاثة جرام تقريبا في الظروف العادية الإجابة الهواء الهواء غاز لا طعم ولا لون ولا رائحة له ويوجد في الغلاف الجوي وهو ضروري لحياة الإنسان ويتميز بعدة خاصيات منها الانتشار والانضغاط والتمدد والتقلص بمفعول الحرارة كما يمكن نقله من إناء إلى آخر للهواء قوة تؤثر على الأجسام فتحركها للهواء كتلة إذ يزن واحد لتر منه واحد فاصل ثلاثة جرام تقريبا في الظروف العادية معجمي في العلوم يحرس الكثير من الناس عند بناء منازلهم على مكافحة الضوضاء والضجيج بشتى الوسائل من ذلك تركيب نوافذ زجاجية من طبقتين تفصلهما طبقة من الهواء تغطية أرضية الغرف بالسجاد إقامة الجدران المعزولة عن بعضها بمواد من البلاستيك أو الفلين أو غيرهما وجميعنا يحتاج إلى الهدوء فلنحرص عليه بوسيلة أهم هي احترام الغير أتهيأ لتعلم اللاحق يحمل الغواص في البحر على ظهره قارورة بها غاز مضغوط حتى يتمكن من البقاء تحت الماء مدة زمانية معينة أسأل عن هذا الغاز وكيف يمكن الحصول عليه وما هي فوائده؟ ترجمة نانسي قنقر